السلام عليكم اهلا بكم في الفيديو اللي قراءة الترو لبرج الميزان يا ميزان في عندك هروب من شيء شيء انت خايف منه حاجة متوقعة مثلا متوقعة انها تحصل وتهرب منها عملت حاجة غلط وخايف حد يقنبك في حالة هروب واللي هو لو تواجهت هتواجه بعنف شوية فبتفضل الهروب لانك مش عايز تواجه لان لو تواجهت هتكون مجاجدك عنه شوية انا بنصحك او الترو بي نصحك واجه ما تهربش بس واجه بدب وما زيه حاول تحل الامور بهدوء بالراحة وبإذن الله كل شيء هيتحل زي ما قلنا الميزان وهو معتدل وعنده اتزان في كل حاجة مشاعره متزنة والمزاج يعتبر معتدل ما فيهوش تقلبات كتير المزاج ان شاء الله معتدل وكمان الكارل ده بيدول يا ميزان انت لو في العلاقة فالعلاقة كمان متزنة يعني ما فيهاش مفيش مثلا عطاء بالزيادة مفيش او مثلا بعد او اسوأ بالزيادة كل الشيء متزن يا ميزان فيه شخص بيحبك انا ما عرفش يعني كل واحد عن حسب حالته شريكك اللي معاك بيحبك جدا وعايز يقدملك عايز يقدملك حاجات كتير يعني نفسه يقدملك كمان اقدر من هو بيقدمه لك اللي لسه مش في علاقة فدي علاقة جديدة فيه شخص هيقرب منك وهي هيعرض عليك عرض هيقدملك شيء بكلت الحالات حاجة حلوة جدا 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 الحالة المادية يا ميزان فيها تحسن ان شاء الله تحسن كويس اوي العيلة كلها هتكون ملمومة حواليك وتهنيك على الخير الحمدل اللي جالك ده والتطور المادي اللي انت في ده بسم الله ربنا يزيب يبارك الايام دي انت صاحب سلطة وقرار يا ميزان مسيطر على الوضع بتاخد قرارات شديدة قرارات مهمة وقرارات مصرية ننتبه للموضوع ده لو قرار مصيري نخلي بالنا لان في حد برضو جنبك هنا يمكن بينصحك نصايح مش دقيقة ومش كويسة للوضع اللي انت فيه دلوقتي خلي بالك من النصايح اللي بتقالك ركز فيها ودورها تاني في دماغك قبل ما تقوم بأي خطوة بالذات انك انت دلوقتي بتاخد قرارات مصرية زي ما احنا بنقول فيه خوف ما فيه شك فيه حاجة مخوفك فيه حاجة قلقك النوم عندك مطارك شوية الآن فيه قلق فيه هنا كمان بسم الله ما شاء الله يا جماعة احنا وصلنا 3K انا مش نصدق ازاي وشكوا حلوة عليك ايه الجمل ده 3K الحمد لله يا رب الكارت ده بينم عن الخير فيه خير جايلك جاي في اتجاهك انت وجايلك بسرعة شديدة الخير ده يا ميزان ممكن تكون عماته في حد ودلوقتي بيرجعلك الخير ده ممكن يكون حاجة انت كنت منتظرها من فترة عملت مجهود جامد فيها بازلت فيها مجهود شديد وما اخدتش المرضود بتاعها فوقتها دلوقتي هتاخده ان شاء الله جايلك المرضود ده قريب جدا المطلوب منك ده هاي بريستس بتقولك لازم تقرب من ربنا الفترة دي تتعبد كتير وتتكلم مع ربنا فيه اسرار كمان عندك يا ميزان واضح ان فيه اسرار خلي بالك لا تتفشي فيه كمان الكارت ده بيدول على ان السر بيتفضح اما انت هتعرف سر عن حد قريب منك او سر ليك انت هتعرف خلي بالنا الموضوع ده مهم جدا السحر السحر ده نهاية و بداية يعني فيه شيء ينتهي مرحلة تنتهي وبتلحق بيها مرحلة جديدة على طول مرحلة دي انت اكثر خبرة فيها السحر ده معا ادوات كتير جدا معا العصى معا الكوباية والكوين معا كل الاربع ادوات المهمين في حياتنا فرصة كتير يا ميزان و هتعرف تستغل لها كويس لان عندك الذكاء و عندك الادوات انك انت ازاي تعرف تستغل الفرص دي بمصلحتك انت و ده افتكر ده اللي هيسبب التطور في الحالة المادية دي نركز و نصح صح و نشوف الفرص ما نعديهاش و نعرف نستغل لها كويس نلخص القراءة محبوب من حبيبك يا برج الميزان حبيبك بيحبك بجد حقيقي و نفسه يديلك حالات كتير جدا الناس اللي مش مرتبطين في علاقة فيه شخصة هيتقدم و هيكلم و هيبوح بالحب بتاعه في هروب من حاجة يا ميزان لو بتهرب من حاجة واجهها بصورة بطريقة منطقية و بهدوء من غير عنف حتى لو كنت غلطان مباليش اسلوب قلب الترابيزة اللي هو علشان يعني خدوهم بالصوت ده لا لو غلطان اعترفت غلطك و اللي قدامك اكيد حيغفر و هيعدي الوضوع عادي جدا حزمة القرارات اللي بتتاخد دي نخلي بالنا اللي بينصحنا جنبنا ده شايفين هذا الكائن ده بينصح نصايح مش كويسة ما بنقولش ان تقنينا حي لا خليه موجود بس اي حاجة يقولها لك التفكير والنظر ادي القراية الاولى الحمدلله حلو جدا يا ميزان مش باين عندي سفر مش باين عندي اي حاجة من حاجات دي بشكرك يا هالة انما اللي همني الحالة المادية بحمدلله انها متطورة و زي ما قلنا ما ننساش نقرب من ربنا اقدر الفترة دي حتى على سبيل الشكر على الحالة المادية اللي بتتطور دي الحمدلله ربنا يزيدك ان شاء الله طيب طيب الحالة العطاقية المرحلة الاولى من جورج الميزان نقول بسم الله رحمن الرحيم اسمعينتي بازالها ها تعالوا بقى نشوف الموضوع اوكي الميزان عايز ايه الميزان متكتف يا جماعة بصوا عامل ازاي متكتف مش عارف ياخد حركة ولا خطوة ليه بقى خايف السمم غيمة ما مش عايف قدامه هو مش عايف قدامه الخطوة اللي جاية دي هل هتبقى صح هل هتكون غلط فهو قرر ان هو يقعد مكانه ما ياخدش اي خطوة قالك مش هتحرك لكن هو من دايق من الوضع اللي هو في ده نفسه الحالة دي يخرج منها فوركي الله اكبر والله ما صلي على كامل النور انا نستعدها نفسي يا جماعة لحنا لازم نحتفل بجد شكرا بجد شكرا بحبكوا قوي بجد هنا بقى في مشاكل بالهبل بالهبل عنده مشاكل حتى مش قادر يشيلها مش قادر يرفعها حتى من الارض فوق حتى مستوى تحمله فوق نايم هو يتحمل نفسه برضه في المساعدة عايز مساعدة من الشريك واخد بالك كوينوف وانز ده الميزان شايف شريك كوينوف وانز دي او مش دورية كوين دي ممكن يكون ده كوينوف وانز ده شخص قوي شخص عائل شخص بيتحمل مسؤولية شخص جدع شخص جدع من الاخر وعنده عطاء بصوا ماسك وردة يعني عنده الاتنين ماسك عنده رحكتين عنده الحنان والحب وعنده القوة الاتنين مع بعض فبتيش احلم من جدا شايف بصورة حلوة جدا يا ميزان قصدي انت يا ميزان شايف شريكة بصورة دي الطاقة ما بين الميزان وشريكه هدف فيه هدف هو انتو بتسعوا لي انتو الاتنين وعايز ومش هترتاح وغير ما توصلوا به الناس دي لو هم متجوزين فالهدف ممكن يكون انتو واعلم بيه المهم ان انتو الاتنين على نفس الصفحة انت وشريكك يا ميزان على نفس الصفحة هدفكم واحد شريكك بقى يا ميزان حاسس بخسارة حاسس بخسارة تقل على كتافه وحاسس ان هو مهزوم وخسر خسر شيء كبير جدا نفسه 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 في حالة مادية احسن ممكن يكون دي حاجة كمان من الحاجات اللي مؤثر عليه انه نفسه حالته المادية تكون احسن وشايفك ازاي شايفك اساس قوي جدا اساس ممتاز بس محتاج شغل في حاجات موقفة الموضوع في حاجات لازم تشتغلوا عليها انتو الاتنين مع بعض في شيء هيحصل الفترة دي دي حالة انتصار العلاقة دي هيحصل فيها حاجة يعني مش عارفة اقول هي فرحة عمتن هي فرحة لو كان في فراء الفترة دي وانتو بعيد بما ان انا شايفة انه هنا ده متكتف مش عارفة يتحرك وده حاسس بخسارة فانا حاسة انه ممكن يكون حصل فراء او مش شرط فراء بمعنى فراء اللي هو انتصال او طلاء او انتو تسيبوا البيت حتى فراء انتو معادة عن بعض في بيت واحد ومع ذلك منتصلين يعني في حاجة كويسة هتحصل للعلاقات هتحتفلوا بحاجة في رجوع في شوية حيرة طبعا مرحلة اللي بعدها زي ما تقولوا انتو في عملية تحول يعني انتو كنتوا في حاجة كنتوا في مرحلة كنتوا بعاد او كنتوا ما كنتوش مع بعض وابتدتوا ترجعوا مفي شوية حيرة مش عارفين تتعاملوا مع بعض بالطريقة المزبوطة لكن برضو هتقدموا لبعض حاجات يعني انت هتقدم له حاجات يا ميزان والشركتك هيقدم لك حاجات في المقابل وهيبقى فيه جو قلفة كده والموضوع هيبقى كويس جدا ان شاء الله اللي همني في الطاقة انكوا انتو الاثنين رايحين لنفس الهدف دي اكتر حاجات همني زعل حاسس بخسارة شركك خايف ياخد اي خطوة وميزان مش عايز ياخد اي خطوة وثابت مكانه ومشاكل كتير عايزين فلوس الحاجة المادية عايزين تطور كل دي مشاكل طول ما الهدف واحد كل دا يتحلم ان شاء الله كل دا يتحلم بص يا ميزان لو انت دلوقتي بتمر بمشاكل وعندك حاسس بهزيمة او حاسس بحالة ضعف ووهن كده يعني hold yourself كده في طاقة انتصار جايلك Ace of Swords هتحس بقوة شديدة جدا يعني حتى لو انت مكسبتش المعركة مش هتحس بالنهزم مش هتحس بالضعف دا الا اذا كنت هتكسب المعركة بالفعل انت شخص قوي مبتتكسرش مبتتتهزمش وما بتتنسيش فيه معافاة كمان من شيء كان تعبك يا ميزان يمكن تكون كنت تعبان جسديا او تعبان نفسيا كنت في حالة بحشر رائد او نايم او يعني حتى ممكن تكون حالة نفسية وحشة لدرجه صعبة جدا judgment فيه معافاة من الحالة انت فيها دي هتقوم وهتصح وهتفوق وتصح صح كده الكارت ده كمان لي معنى تاني انه انت هتطلق حكم نهائي على شيء خلاص حاجة كتت متعلقة بقالها فترة طويلة ونيمة برضو فانت هتاخد قرار نهائي خلاص جوجمنت الحكم النهائي الحكم النهائي ده هيحصل بعدي احتفال الله اعلم دي مش علاقة سلسية انا مش هيفها علاقة سلسية خالص نهائي ده اللي شاكوا بكارت ده وحفظوا دي مش علاقة سلسية ده احتفال بشيء في حيرة من خطوة معينة بس افكر دي برضو قبل الاحتفال هتبقى محتار شوية يا نيزان اخو اعمل خطوة دي ولا ما عملهاش لان اعملت بص طبيطار هيحصل ده ولا ده ولا ده خايف من توابع القرار اللي انت هتاخده ما تخافش جمع بس معلومات على قد ما تقدر ان شاء الله في احتفال برضو الحالة المادية كويسة جدا بسم الله ما شاء الله فيها تحسن كويس جدا وحالة من الاستقرار ما فيش بقى مطباط ما فيش ما فيش ما فيش يعني اللي هو مره يوم معيك يوم معكش الكلام ده لا ان شاء الله بإذن الله دايما هتكون حالتك المادية مستقرة وكويسة وكويسة strength القوة كارت القوة ده بالنسبان ليه معنايين لما انت بتتعامل مع شخص قوي جدا ممكن يكون مدير عمل ممكن يكون اب او او ام شخصيات من شخصيات قوية او حتى يعني اي ان كان زوج او حتى الشخص ده قوي جدا الشخصيات القوية عشان تسيطر عالشخص ده محتاج تسيطر عليه بعقلك مش بالقوة خالص زي ما انتو شايفين ده اسد ده اقوى شيء فانت مش هتعلي عليه اللي هتعمله انت هتحول تروده وتسيطر عليه بس بعقلك ازاي بالرحة بالطبطبة بالكلمة كويسة يعني تعرف تكسبه بالطريقة دي انا شايفة فعلا كان فيه عصفة انت كنت بتمر بظلوف صعبة يا ميزان فعلا كان فيه موج عالي ودوشع ومشاكل وحاجات كتير قوي بس انت هتدي مشاكل دي كلها ضهرك هتديها ضهرك هتديها ضهرك وتمشي هتروح لمكان اهدى مش مكان اهدى انت هتسافر لا ومجرد ما تدي المشاكل دي ضهرك وتبتدي تكمل حياتك يعني هتحس بالهدوء اللي حياتك هتبقى فيه خلص اديها ضهرك والكارت ده كمان بيحاسلسني انه فيه ناس معتمدة عليك يا ميزان انت لو انت ام او فانت البيت اعتمد عليك حتى لو اخت كبيرة حتى لو انت طبعا الاب ده فكل حالات هو ده ده عماد البيت وكل افراد البيت بيعتمدوا عليك انت شخص فيه ناس حالاتهم بتعتمد عليك انت انت بالنسبة لهم الامان انت اللي بتسندوا عليك فخليك يعني اخد قرار صح وابعد عن المشاكل دي خدهم لبر الامان هتعدوا لبر الامان ان شاء الله هنا بقى فيه سفر تري اوف وانس دي رحلة طويلة وبتسلك طريق جديد خالص واعتقد ده هيكون تأثير الحالة المادية اللي هتتطور دي بعدها على طول هيحصل سفر سفر بعيد يعني طريق طويل يعني السفرة مدتها طويلة مش اللي هو مسافر يومين ملاجع لا مدة طويلة ما شاء الله وافتكر سفرك ده هو اللي هيبعجك عن المشاكل ايوه بالضبط كده في موت لشيء يا ميزان ما شاء الله الدنيا عارفين انتو القراءة بتاعاتكم عاملة ازاي يعني انتو بتقلابوا الصبحة خلاص في موت لشيء كان غلط مش غلط في شيء انت كنت عايش به طول حياتك يعني ممكن يكون معتقد ممكن تكون اسلوب حياة يعني ده هيموت وهيحل محله شيء تاني ممكن يكون اسلوب الحياة ده المشاكل اللي انت كنت عايش فيها خلاص بقت جزء منك وانت جزء منها خلاص الشيء ده هيموت وهيحل محله شيء تاني يحل محله بقى الجدوء والانستجام ولا هو الاستكينة دي قرية تحفة بسم الله هلخصها بسرعة في انتصار في صحوة من تعب او زعل وكمان قرار نهائي باتاخد بعد حيرة وتفكير كثير في احتفال ان شاء الله حالة مادية كويسة بتتطور كويس جدا بعدها سفر بعيد بعدها نبعد عن المشاكل ونروح لبرا الامان ان شاء الله نروض شخص كبير بعلنا وموت شيء وولادة شيء جديد في حياتك هيخلي حياتك ان شاء الله بالاحسن يا رب يبعث لكم كل خير القراية انا عن نفسي عجبتني جدا انا كانش تبقى ليا ما شاء الله قراية تحفة ندل على سلامتك وربنا يتم الشفاكي على خير يا رب دعنا نشوف بقى ايه مرحلة التانية الحالة العطفية حلو جدا ميزان المرحلة التانية انت عايز ايه؟ ميزان حابب يكون لوحده دلوقتي ويفكر في شيء بعمق تفكر في حاجة يعني واختك كل تفكيره و اللمبه منوره يعني اللمبه منوره وعمل ديله افطار يفكر لوحده وهو عنده من الحكمة اللي يخليه عايز يفكر لوحده بطريقة ذا نفسه في مغامرة مع عيك طبعا مع الشرك في مغامرة يعني ممكن تكون شئ جديد تعمله حاجة جديدة مع بعض تسافر مكان جديد تعمله حاجة جديدة حاجة ما بناعملت لاش قبل كده ممكن تكون حاسس بشوية رتابة في العلاقة أو حاجة نفسه يحس بمغامرة شايفك ازاي انت يا ميزان شايف شريكك ازاي شايفه زعلان شايفه عنده خسارة بصوا شايفه حاسس ان هو تغدر بي أو حاسس بخسارة وصعبان عليك يعني شريكك صعبان عليك التقم بينكم يعني بصوا كمان night of cups فارس الأحلام بتحبوا بقى ده حب قوي جدا ما شاء الله شريكك عايز ايا ميزان لو انتوا لسه ما تجوزتوش ما حصلش ارتباط عايز زواك لو انتوا مرتبطين فهو عايز أو عايز طفل وعايز احساس العلاقة اللي بينكم تبقى حاجة زي الأم وإدمها حاجة حاجة فيها حب فضيع الحب اللي هو من غير شهوط طب غير مشهوط الشريك متقلم فعلا زي ما انت شايفه يا ميزان ونفسه القلم ده يخلص هو متقلم فعلا شايفك ازاي؟ شايفك صابر تصبر عليه تصبر عليه كتير حاجة حلوة جدا برضو الفترة دي في حالة يعني زي ما نقول راحة محتاجين راحة انتو الاثنين انت في حالة تفتير اللي انت فيها دي واخد جم شريكك حالة الحزن أو الخسارة اللي عنده دي الخالية برضو ياخد جم ففي حالة ايه؟ ركود شوية لكن في حاجة هتحصل الشمس هتنور بقى شوية وهتبتدي يجيلكو حاجة في حاجة هتدخل عالعلاقة دي هتصحصح حاجة في النهاية في نجاح اكتمال دائرة The world هو كارت النجاح يعني انا شايفة لو العلاقة دي كانت لسه ما وصلتش للزواج فبإذن الله حيتامن شايف قدامي تجمع عائلة وفرحة ونسبة هني وحاجة حلوة قوي قوي كده لو انتوا متزوجين لو كنتوا بتمروا بأزمة فالأزمة دي بتعدي مبارد الناس بتعدي مبارد الناس شكرا شكرا